السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم حول كيفية دمج المراسلات باستخدام مايكروسوفت وورد ومايكروسوفت اكسل طبعا كل اللي احتاجه انه انا يكون عندي فتفورمة معينة طبعا قبل ما اشرح الموضوع دمج المراسلات هو شنو هو اعداد ملف يحتوي على او خلنقل رسالة معينة تحتوي على معلومات متشابهة او متن متشابه ومعلومات مختلفة يعني شنو يعني مثلا هذا الجدول اريد بهذه الطريقة يوصل لمجموعة من الطلاب او لمجموعة من الاشخاص يعني شنو نفس الجدول يعني اسم الطالب في هذا الحقل مكتوب اسم الطالب في هذا الحقل المادة في هذه الحقول مكتوب مثلا اسماء المواد في هذا الحقل مكتوب الدرجة هاي الاشياء المتشابه اللي رح توصل الأشياء المختلفة هي هذه الحقول الفارغة واللي أنا شون هسا رحم ليها بحيث تصل لكل شخص معلومات تختلف عن الشخص الآخر يعني لكل طالب مثلا اسمه لكل طالب درجة معينة اللي هي تختلف عن درجة طالب آخر هذه الحقول الفارغة شون رحم ليها طبعا بشكل عام أنا أحتاج أسوي الفورما طبعا هذا أنا سويت مثلا جدول عندي قد أنت تريد تكتفت رسالة معينة أو قد جدول بشكل آخر لكن هذا كمثال زين عندي لازم عندي مهيئ أيضا ملف آخر مثلا ملف أكسل أو أيضا ملف أكسز أيضا يشتغل هذا الملف يحتوي على المعلومات المختلفة اللي أنا أريد أوصلها للطلاب أو للطلبة زين المعلومات مثلا عندي كولوم يحتوي على شونه على أسماء الطلاب هذه الأسماء تختلف الطالب يختلف أسماء عن الآخر زين درجة العلوم أيضا كل طالب إلى درجة معينة اللغة الإنجليزية إلى آخر المواد زين عند أيضا كولوم يحتوي على بريد أو إيميل هذا الطالب يعني هذا الكولوم يحتوي على إيميلات الطلبة زين هذا شون رح أتم جمع الورد ببساطة الورد بيفد تاب اسمه ميالنج زين هذا الميالنج لو تلاحظوا الآن كله غير مفاعل تقريبا هذا الجزء كله غير مفاعل بش وقت يتفعل من أربطه مع ملف أكسل أو مع ملف أكسز أو أيضا ربما ملف ورد لكن هم شيء يحتوي على جدول الآن رح أربطه مع ملف أكسل طبعا منه أجي على select recipients يعني شنو اختيار المستلمين طبعا هنا أقدر أطبع new list أنا ما رح أسأل هذا الشيء الأسهل أنه أنت مهيئة للليست موالتك اللي هي عبارة عن جدول طبعا فأجي أخذه من use an existing list أضغط على هذا يعني existing list رح أروح على اللي سمالتين ويأخذنا على سطح المكتب هذه الدرجات الطلبة رح أخذها اللي هي ملف أكسل رح أختارها طبعا هنا رح يقول لي يا شيء هنا بما أنه درجات الطلبة هي تحتوي شيء واحد فما عدي مشكلة لكن بعض الأحيان أنت عندك عدة شييتات يعني عدة صفحات فهذا أنت المفروض تحدد لأنه هاي المعلومات بأي شيء موجودة على كل حال هنا عندي شيء واحد فأختاره طبعا هنا هذا تقدر checkbox تخليه صح إذا كانت عندك الصف الأول يحتوي على اسم column أو تقدر تشيل check إذا كان يعني ما موجود فقط أسماء يعني ما عندي هذا ملغي لكن الأفضل أنه يكون عندي تسمية حتى أنا شنو أعرف الأمور اللي رح أختارها فهذا عادة أخليه لتشيك أقول له أوكي بعد ذلك لو تلاحظون هاي الأمور كلها تفاعلت عندي المهم عندي شنو المهم أنه هاي الخلايا الفارغة شلون رح أمليها فأجي هنا مثلا اسم الطالب هنا الآن يفترض أنه أخلي اسم الطالب يظهر لي فاش أقول أكفت شيء اسمه insert merge field هنا رح أضغط لو من أضغط ش رح ألقي رح ألقي طبع هنا لازم ما أحدده هي شبس مجرد أخلي الموس لو تلاحظون أن الورد استورد لي الأعمدة مع الأكسل فهنا عندي اسم الطالب أختار هذا الكولوم اللي هو اسم الطالب جبت وين خليته في هذه الخلية العلوم أيضا رح أختار شنو أختار علوم لغة انجليزية رح أختار أيضا كولوم اللغة الانجليزية اللي موجود وين ملف الأكسل فبهالطريقة هاي بعد ما أكملت كل الأمور استوردت جميع الأعمدة اللي أنا أحتاجها بعد ذلك سأريد أسوي بريفيو أو مشاهدة فأضغط على هذا ABC Preview Results أضغط عليه رح يطلع لي مثلا أحمد سمير درجاته منها أقدر أنتقل إلى الريكورد الثاني أو الطالب الثاني علي كريم مثلا هاي درجاته زين وبكر سلمان هاي درجاته ومثلا أمير قاسم هاي درجاته فكل طالب رح تطلع لي درجاته تختلف عن طالب الآخر زين الآن مثلا هنا هذا اللون الاسم باللون الأبيض أنا ما أعجبني مثلا أردسه أرجع بالأسود أخليه فأقدر أيضا أغير التنسيق مالته رح يتغير لكل الطلاب الحجم أيضا أقدر أغيره زين هنا الحجم أقدر أغيره وهكذا زين المهم أنه أنا استوردت المعلومات أرجع أيضا على الميلينج مرة أخرى زين الآن شنو اللي رح يتوفر لي بهذه الطريقة رح أما أريد أطبع هنا ذن النتائج فأجي هنا أقول له finish and merge يبطيني خيارات إما عدل كل دوكيومنت على حده وأما print document أقول له مثلا all أو current record يعني الحالي اللي هو ثن رقم أربعة حاليا أو أقول له من واحد إلى ثلاثة من واحد إلى ثنيا وهكذا إذا قلت له all مثلا أو أي اختيار رح يقول لي اختار الطابعة أو اختار pdf فأقدر أحوله أما إلى pdf وأما أقدر أختار الطابعة اللي أنا رح تطبع لها بشكل ورق يحول لي على pdf أو ورق زين هاي انتهي هنا من عدل نجي على شغلة أخرى اللي هي send email هنا send email يطلب أنه أنت فاتح ال email على Microsoft Outlook هذا Microsoft Outlook نظم ال email وفاتحة وأيضا فاتح ال outlook فهنا شون رح أسوي send email مجرد رح أضغط send email messages رح يقول لي وين تريد الزفاني بالكولومات المفروض عندي كولوم أو عمود يحتوي على بريد الالكتروني للطلبة هذا البريد الالكتروني للطلباني خاله بشكل عشوائي أيضا رح يطالبني ب subject line يعني شنو عنوان الرسالة اللي رح توصل طبعا هذا رح يوصل لكل الطلبة يعني عنوان رسالة واحد رح يكون فأكتب مثلا نتيجة نتيجة الامتحانات زين هنا رح ينطيني الميل فورمات نوعية الإيميل هذا الجدول نتريد يروح بشكل ملف وورد كattachment نتريد يروح بشكل plain text أو HTML الآن بالنسبة لي أفضل HTML حتى توصل النتيجة للطالب بنفس الشكل ونفس الترتيب لكن بشكل رسالة الإلكترونية فمن يريد يطبعها رح تطلع عندها المعلومات كلها شوق التاريخ التسليم الإيميل المرسل اللي هو آني زين التفصيلات كلها رح تطلع بينما إذا دزها بشكل ملف وورد رح تندس فقط ملف وورد يطبعها بهالشكل هذا بدون أي معلومات أخرى زين طبعا من أقول لأول أو أقدر أقول لك current record أو from يعني قد أحشين عليها بالPDF وغيرها فهنا أنا أختار all لكن إذا أريدت مثلا أنا أريد أسلم هذا البريد مو إلى كل الطلاب يعني عندي أربع طلاب مثلا مو عندي أربع طلاب أريد أسلم إلى مثلا أحمد وإلى بكر فشنو اللي رح أسوي هنا هاي all تبقى ما غير هس رح ألغي هاي هاي العملية كون أسويها مسبقا أجي على edit recipient list edit رح يطبع هنا أقدر أكبرها double click منها وأيضا double click منها رح تكبر أو double click هنا هنا رح تطلع لي هاي أقدر أكبر الكولوم فهنا رح يطلع لي هو by default أو بالافتراضي هو إنه شنو كلها محددة أنا أشيل التحديد من الكل منها ألغي التحديدي من الكل بعد ذلك أختار منه أختار مثلا بكر وأختار أحمد زين أختارت بكر وأحمد أحمد وبكر يعني أول واحد وثالث واحد وأقول له أوكي هذا أقول له أوكي الآن لو أجي تشوف منها من تنتقل من record إلى آخر رح يطلع فقط أحمد سمير اللي هو رقم واحد ورح يطلع فقط بكر سلمان اللي هو رقم الثين زين خلي أغير التنسيق أوكي ما مضبوط زين هنا إيش رح يصير عندي من أقول له send email messages وأخلي هاي البريد الإلكتروني وأخلي عنوان الرسالة مثلا وأحدد الأول هنا رح يصير عندي فقط رح يرسل الرسالة بعد ما بعد ما أضغط على أوكي رح يرسل هذه الرسالة فقط إلى أحمد وإلى بكر ليش أنو أنا هنا بالإدت الرسيبينت أما إذا ما سويت هذه العملية ما رح على edit recipient list ودسة أرسال رح يرسلها إلى الجميع للكل رح ترسل الرسالة زين أنا طبعا ما رح أدوس أوكي لأنو الميالات عندي افتراضية يعني مو حقيقية فما رح أدوس زين فبهالطريقة هاي رح أرسلت رسائل متشابهة المتن أو متشابهة الدزاين لكن بمعلومات مختلفة حسب اختلاف الأشخاص وحسب اختلاف معلوماتهم تحياتي لكم جميعا ونسألكم الدعاء تحياتي لكم